هروح مع خضراتكم لكريستيان رونالدو رونالدو الذي نعرفه يعني حقيقة طبعا ماطش تاتينام والمان يونايتر كان واحد من أحلى المطشوات التي تلعبت في البريمير ليج السنة دي مواجهة قوية بين فرقتين محترمين كلام كتير جدا كانت قال على رونالدو وهنا نبص على العقلية على زي واحد من أعظم لعبي العالم في الوقت الحالي يعني طبعا ما بقتنعش بموهبة رونالدو لكن بيعجبني جدا إصراره ويعجبني جدا طموحه يعجبني جدا قدرته على أنه يطور من أداءه وأنه يحاول دايما يكون في أفضل حالاته رغم أن تكلم على لاب عنده 37 سنة لكن يظل اسم من أهم الأسماء الموجودة في عالم كرة القدم محدش يقدر يختلف عليك تحب لعبه وما تحبوش دي قصة حاجة تانية دي حقيقة مسألة نسبية لكن الحقيقة مبارح قد مباراة عظيمة جدا قدام تاتنام وكان الحقيقة نجم المباراة ومش بس كده كان السبب في فوز اليونيتد بهاتريك تاريخي ليه تاريخي؟ لأنه آخر هاتريك سجله رونالدو مع المان يونيتد كان في 2008 يرجع بعد 14 سنة يسجل وتقلق في مباراة طبعا تعتبر مواجهة قوية جدا أمام توتن هام ثلاث أهداف كانت كفيلة بأنها تحسن نتيجة المباراة اللي انتهت بنتيجة 3-2 لصالح اليونيتد وبتشهد عودة تقلق رونالدو مرة تانية وتبدو أنها بداية صفحة جديدة لرونالدو مع المان يونيتد بعد ما كنا بنسمع كلام على أن رونالدو في الصيف اللي جاي ممكن يكون في PSG ممكن يكون في بيرمينيخ ممكن يكون حتى في AS Roma لكن يبدو الحقيقة أنه العلاقة بتتطور مع رانجنك وبتتطور بشكل كبير جدا مع زميل وفي الفريق ترجمة نانسي قنقر